اشتركوا في القناة وهو الفرج وهذا أمر محرم بنص القرآن المديد قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطء الحائض لا يجوز باتفاق الآئمة وقال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى وجماع الحائض حرام طبعا وشرعا فإنه مضر جدا والأطباء قاطبة تحذر منه وقد أثبت ذلك الطب الحديث فقالوا إن الوقاء في زمن الحيض يحدث كثيرا من الأضرار منها آلام أعضاء التناسل في الأنثى وربما أحدث التهابات في الرحم وفي المبيضين وفي الحوض تضر صحتها ضررا بلغا وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين أو أحدث العقم ومنها أن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل قد تحدث التهابا صديديا يشبه السالان وربما امتد ذلك إلى الخصيتين فآذاهما ونشأ عن ذلك عقم الرجل وعلى الجملة فقربانها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها وكفى بهذا ضررا ومن ثم أجمع الأطباء المحدثون في بقاء المعمورة على اختلاف مللهم على وجوب الابتعاد عن المرأة في هذه المدة كما نطق بذلك الكتاب العزيز المنزل من لدن حكيم خبير ولا يعني حرمة اتئان الحائض ألا تآكل ولا تساكن كما كان صنيع اليهود وإنما يعني حرمة اتئانها في موضع الحرث منها أما ما عدا ذلك فيحل كمباشرتها فيما دون الفرج وكمضاجعتها ومؤاكلتها روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر